أعتقد أن المفهوم الذي سنناقشه هو أكثر المفاهيم العلمية الذي أوسيء فهمها والذي تحول إلى أحد المفاهيم المربكة ليس في مجال العلوم فقط ولكن في أثقافة العامة وهو فكرات التطور التطور Evolution وحينما نسمع هذه الكلمة حتى لو لم تكن في سياق علم الأحياء نشعر أنها بمعنى التحول وعندما يستخدمها عامة الناس في حياتنا اليومية فهم يعنون فكرات التحول أو التغير أي أن وهذا اختبار لمهاراتي في الرسم هنا ترون قرد منحني وقد رأى معظمنا هذه الصورة في المتحف الطبيعي وهو يسير أحدب الظهر كما نرى متأطئ الرأس حسناً أنا أبذل قصار جهدي وربما نراه يرتدي كبعة ثم نرى باقي الصورة التي توضح تحوله تدريجياً ليستقيم ظهره ويصبح إنسان يسير إلى عمله يسير إلى عمله وهو سعيد أيضاً والآن نراه يسير وقامته معتدلة وفي هذا النوع من التلميح إلى أن سير باعتدال أفضل من الإنحناء عذراً ليس لديه ذيل لنمسح ذلك هذا القرد هذا القرد له ذيل دعونا نرسمه كما ينبغي واعذروني على مهارتي في الرسم ولكن معظمنا رأى ذلك إذا ذهبتم بالطبع إلى المتحف وسوف نرى العديد من القرود التي تتحول لتصير البشر وهي فكرة تحول القرود إلى الهيئة البشرية وقد رأيت هذه الصورة في أماكن مختلفة وفي صحوف الأحياء ويقولون لقد تطور القرد وأصبح إنسان أو شبه إنسان والذي يقف معتدل الظهر هنا كما ترون هذا الشخص الأحدى بيشبه القرد قليلاً ثم يتحول تدريجياً إلى إنسان معتدل القامة واردو أن وضح الآتي حتى وإن حدث ما سبقه وإن المخلق تحولت بمرور الوقت لتختلف عما سابقها وتشبه ما بعدها قليلاً فلا توجد عملية حقوقية تسمى التطور فلم يحدث مثلاً أننا قال قرد ما نعم أريد أن يشبه أولادي هيئة البشر وبالطريقة ما سوف أغير حمدي النووي لأصبح على هيئته وكأن الحمد النووي يعرف كيفية أن يكون بأفضل حال ولم يقل الحمد النووي مثلاً المشي عدد الأفضل من الإنحناء مثل القرد وسوف أجرب شيئاً ما لكي أشبه هذا الإنسان هذا ليس معنى التطور إنه ليس كما يتخيله البعض تخيلوا شجرة تخيلوا شجرة توجد شجرة وفوقها بعض الثمار الحلوة هذه الشجرة وفوقها بعض الثمار الحلوة لنفترض أنها تفاح وربما تتخيل دابة تمشي على أربع وتشبه البقرة أو الحصان وتقول أريد الوصول لهذه الفاكهة ولأنها تريد تناول الفاكهة فإن الأجيال القادمة تحاول مد رقبتها لتصل إلى الفاكهة وعلى مدارئ الأجيال تطول رقابهم ويتحول إلى زرافات هذا ليس معنى التطور ومغزاه بالرغم من أننا حين نسمع هذه الكلمة فإنها تجعلنا نفكر بهذه الطريقة التطور يعني وهو معنى أدق وأفضل استخدامه والانتقاء الطبيعي الانتقاء الطبيعي دعوني أكتبها هنا natural selection الانتقاء الطبيعي وتعني حرفيا أن بعض أو مجموعة من المخلوقات لديها اختلافات اختلافات variation وهذه الكلمة هي مفتاح ما نود أن نجده والاختلاف يعني وجود تغيير فمثلا تجد أطفال المدارس بعضهم طويل والآخر قصير بعضهم أشقر وبعضهم شعره أسود وهكذا دائما ما يوجد اختلاف ومعنى الانتقاء الطبيعي أن الطبيعة أحيانا ما تنتقي أو تفرض بعض الاختلافات بعضها مهم وبعضها ليهم على الإطلاق وأذكر هنا أحد أمثلة كتب الأحياء المشهورة ولكنه مثال مشوق وأعتقد أنه يسمى الفراشة المنقطة وعنه يقال أنه في فترة ما قبل الثورة الصناعية في إنجلترا أن هذه الفراشات أو بعضها دعوني أرسم الفراشة لنفهم الفكرة وسأرسم بعض منها وسأرسم هنا المزيد منها ها نحن ذا بعض الفراشات المنقطة وأغلب الفراشات المنقطة لها بعض الاختلافات فبعضها كما أظن يمكن أن نقول أنه منقطة أكثر من غيره لذا فبعضها قد يبدو كذلك دعوني أرسم بلون آخر الأبيض مثلا وهي منقطة كما نرى وبعضها يبدو كما نراها هنا وبالطبع فبعض النقاط السوداء موجودة هنا وبعض هذه الفراشات نادرا ما أتجدها منقطة هذا الاختلاف الطبيعي ربما تراه في الحيوانات مثل اختلاف الألوان وهذه الفراشات سعيدة لألاف سنين وهي مختلفة اختلافا طبيعيا وهي اختلافات غير مهمة في نظر الفراشات ولكن حين حدثت الثورة الصناعية في إنجلترا وأطلقت كميات هائلة من الدخان الأسود من المصانع التي تعمل بالطاقة البخارية والمتولدة من حرق الفحم وتحولت الألوان الرمادية إلى الرمادية أو البيضاء مثل جذوع الأشجار دعوني أرسم بعضها وأصبحت جذوع الأشجار كما نرى هذه جذوع الأشجار وبما أصبحت كما نرى هنا وتعيش الفراشة كما هي في أفضل حال وربما كانت بعض جذوع الأشجار هكذا ولكن عندما حدثت الثورة الصناعية وظهر شحم الفحم المحروق على هذه الأشجار أصبحت أو تحولت هذه الجذوع الأشجار إلى اللون الأسود وأصبحت قاتمة والآن كما نرى حدث تغير هام في بيئة الفراشة مما يدفعك لأن تفكر ما الانتقاء الذي حدث لهذه الفراشات حسنا ربما تتغذى عليها الطيور وقدرة الطيور على رؤية الفراشات قد تغيرت فقد أصبحت البيئة المحيطة أكثر سوادا مما كانت عليه لذا ربما يحدث الآتي تصبح الطيور أكثر قدرة على تمييز هذه الفراشات أكثر من تلك لأن الفراشة الأكثر سوادا سوف يصعب رؤيتها وهذا لا يعني أن الطيور لن ترى هذه الفراشات فممكن الطيور تغذي عليك لهمها ولكن سوف يستطيع الإمساك بهذه الفراشة بنسبة أكبر الآن يمكن تخيل ماذا سيحدث لو بدأت الطيور في استياد هذه الفراشات قبلها أو أثناء تكاثرها سوف تتمكن الفراشة الأكثر سوادا من التكاثر بشكل أكبر وفجأة تصبح أغلب الفراشات من نفس الفصيلة وسوف ترى فراشات أكثر على هذه الهيئة الآن ماذا حدث للتو؟ هل خططت الفراشات لهذا تغيير أو افتعلته؟ بالفعل فقمت الذكاء أن تتحول للون الأسود وتحولت البيئة المحيطة للون الأسود لمدة جيلين من هذه الفراشات ثم تحولت الفراشات للون الأسود فتعلق قائلا هذه الفراشات عبقرية لأنها قررت أن تتطور لتصبح فراشات سوداء لكي تختبئ من الطيور بسهولة ولكن هذا ليس ما حدث ما حدث أنه يوجد اختلافات بين الفراشات المنقطة وما حدث أنه حين تحولت البيئة للون الأسود فقد قلت احتمالات تكاثر هذا نوع من الفراشات ذكور أو إناث هذه الفراشات سوف تتكاثر أكثر وأكثر وتلك سوف تؤكل قبل أو أثناء تكاثر لذا يقل نسل تلك الفراشات وتصبح هذه الفراشات السوداء هي المسيطرة وتتطور الفراشات المنقطة لتصبح كما نرى فراشة سوداء ربما تقول حسنا هذا مثال واحد أخبرينا المزيد عن هذا الانتقاء الطبيعي الذي يحدث لكل المخلوقات وهذا ما يوضح كيف تحولنا من البكتيريا الأساسية أو البداية أو من تكرار الحمض النووي RNA والذي سأتناوله في شروحات مقبلة دعوني أخبركم شيئا وأفضل مثال على ذلك هو الإنفلونزا وسوف أتناول الفيروسات بتفصيل في فيديوهات مقبلة وأشرح كيفية تكاثرها الفيروسات رائعة لأنها ليست مرئية أو حية فهي حرفيا عبارة عن الشفرة الوراثية والحمض النووي DNA وبعض من RNA وما سنتعلمه هي معلومات جينية وأن الفيروسات عبارة عن بروتينات ذات أشكال هندسية متسقة وهذا هو حقيقتها فهي ليست كالكائنات الحية الأخرى التي تتحرك وتقوم بعمليات الأيض وما شابها ذلك وما تفعله الفيروسات أنها تحقين الحمضها النووي في أجسام المخلوقات لتنتج فيروسات أكثر وأكثر على أي حال يمكننا تناول هذا الموضوع بتفصيل في سلسلة الفيديوهات القادمة الإنفلوانزا أو فيروس الإنفلوانزا وما يحدث سنويا أن الإنسان يصاب بنوع واحد من هذه الفيروسات فيروس واحد له بعض الإختلافات وسوضح الإختلافات برسم نقاط كما نرى دعونا نرى سويا هذا الفيروس الذي ينتقل بين البشر وببطئ يبدأ جهاز المناعة في التعرف على الفيروس ويهاجمه قبل أن يتضرر الجسد لذا يمكن الآن تصور ما يحدث إذن إذن أصبح الفيروس كما نرى عليه النقطتان وسنتحدث لاحقا ما هذه النقاط وكيف يمكن تمييزهم دعونا نقول كيف يمكن لجهاز المناعة التعرف على هذا الفيروس ويبدأ التساؤل حين نرى هذا المخلوق الأخضر وعليه نقطتان هذا لا يبشر بخير لذا سوف أهاجمه وأدمره قبل أن يصل لجهاز المناعة والحمض النووي وبقي الجسد لذا يحدث الانتقاء الطبيعي حين تعرف جهاز المناعة على هذا الفيروس وسوف نتحدث لاحقا عن كيفية تعرف جهاز المناعة على الفيروسات وسوف يبدأ جهاز المناعة للهجوم الآن ليس كذلك ولكن الإنفلوانزا مخادعة حقيقة الأمر أنها ليست مخادعة لأنها ليست مخلوقات تحس ولكن ما يحدث حقا أنها تتغير ودائما ترى اختلافات في فيروس الإنفلوانزا ربما تكون معظمها بنقطتين ولكن بين الحين والآخر ترى فيروس ذو نقطة واحدة أو ثلاثة نقاط وربما يكون هذا الاختلاف طفرة عشوائية تحدث مرة كل بضعة ملايين من الفيروسات ليظهر فيروس ذو نقطة واحدة بدل النقطتين ولكن ما الذي سيحدث حين يهاجم جهاز المناعة الفيروس؟ ذو النقطتين حسنا الآن لا يتوجب على الفيروس ذو نقطة واحدة التنافس مع الفيروسات الأخرى لنشر العدوى سيصبح الحمض النووي ملكا له واحدة وسوف ينجح هذا الفيروس وفي موسم الإنفلوانزا التالي حين يبدأ الناس بالعطس وحين ينتقل على مقابض الأبواب وأي مكان آخر سوف يصبح هذا الفيروس الإنفلوانزا الجديد لذا حين ترى هذه العملية تحدث كل سنة فإنك ترى فيروس الإنفلوانزا الجديد هذا هو التطور أو الانتقاء الطبيعي في الواقع هذا ما يحدث فعلا ليس هذا فقط هو ما يحدث على مدار السنين بالرغم من أن معظم الأشياء الواقعية التي نراها حولنا أو في أنفسنا تعتمد على ما يحدث على مدار السنين ولكنها تحدث بشكل سنوي دعنا نطرح مثالا آخر عن المضادات الحيوية والبكتيريا البكتيريا هي هذه الخلايا التي لا ترى بالعين المجردة والتي تتحرك فهي مخلوقات لها أيض وما شبه ذلك وللعلم حين تحدث الناس عن العدوى فقد تكون عدوى فيروسية تصل للحمض النووي وتستخدم الخلايا للتكاثر أو تكون عدوى بكتيرية والتي هي عبارة عن الخلايا التي لا ترى بالعين المجردة وتفرز سمومها ليمرض الإنسان لذا فالمضادات الحيوية هي ما يقتل البكتيريا المضادات الحيوية في الواقع لا أظن أنه يوجد شرطة بين الكلمتين فهي تهاجم البكتيريا وتقتلها المضادات الحيوية تهاجم البكتيريا وتقتلها ربما تعرف أحد الأطباء وتقول له أنا مريض بعدوى بكتيرية أريد بعض المضادات الحيوية وسوف يرد طبيب المسؤول لا 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 أستطيع أن أصف لك مضاد حيوي طبعا أو كرها لأن ما يحدث أن المضادات الحيوية التي تتخدمها تصنع نسخ وأريد أن أتحرى الدقة في كلمة تصنع لأنها لا تصنعهم بمعنى الصنع ولكن دعنا نقول دعني أكمل حديثي أنك تساعد البكتيريا على أن تكون محصنة ضد المضادات الحيوية كيف ذلك؟ لنفرض أن هذه المخلوقات الخضراء بكتيريا ويقدر عددها بالملايين وبين الحين والآخر نرى نوعا مختلفا اختلافا تصيفا عن البقية وإذا أخذت عين عشوائيا من هذه البكتيريا فسوف تمرض وهذه الاختلافات بينها عشوائية وربما تكون اختلافات على مستوى الحمض النوعوي ولكن مهما كان الوضع أنت بتأكيد لا ترغب أن تكون هذه البكتيريا داخل جسدك ويمكن لجهاز مناعة مهاجمة البكتيريا وقتلها وإذا كان عددها كبير فممكن أن تمردك وتؤدي لوفاتك حسنا إذا قام الشخص بتناول المضادات الحيوية حتى لو لم يكن مريض أو لا يحتاجها ففي موقف بين الحياة والموت قد تتناول مضاد حيوي يقتل البكتيريا الخضراء ولكن ماذا سوف يحدث إذا قتلت البكتيريا الخضراء كلها فجأة؟ حسنا سوف تنفرد البكتيريا زرقاء بجلستك حيث أنك قمت بتخلص من منافسها الذي يتنافس معها على تناول المواد المفيدة داخل جسمك ولكنه الآن وحيدا يمكن أن يتكاثر كما يشاء ومن الواضح أنه لا يخطط لذلك أو يوجد عملية ذكية مدروسة لتنفيذ هذا المخطط كأن تقول البكتيريا وسوف أصبح أكثر ذكاء وأحمي نفسي من المضادات الحيوية لا هذه تغييرات والطفرات عشوائية وتحدث كثيرا مع الفيروسات والبكتيريا وهذه تغييرات العشوائية التي تحدث قد تكون بنسبة واحد إلى مليار ليس كذلك ولكن فجأة حين تقتل جميع المنافسين للبكتيريا الزرقاء يمكن لها التكاثر بسرعة وتصبح البكتيريا المسلطرة فجأة وهذا المضاد الحيوي المخصص للقضاء على البكتيريا الخضراء يصبح ديم النفع أو الفائدة وأصبح لديك الآن البكتيريا الخارقة ربما قد سمعت عن هذه الكلمة من قبل وهذا مقصود بالخارقة ليس الأمر كما أنها خططت لذلك وأن نقص القط المنافسيها لتصبح مسيطرة ولكن هذه البكتيريا تتغير باستمرار وإذا أكثرنا من استخدام هذه المضادات الحيوية فكأننا نختار المضادات التي لن تؤثر لاحقا في هذه البكتيريا على أي حال لقد شرحت بما يكفي ولكنه موضوع شيق للغاية وأرغب في أن يكون هذا الشرح أول فيديو أو محاضرة في علم الأحياء لأنه كما تعلم فإن الأحياء بيولوجي هي دراسة الحياة ويمكننا الحديث عن ما هي الحياة وما إذا كانت الفيروسات ككائنات حية أم لا ولكن إذا أردت دراسة الكائنات الحية فلا يمكنك الاعتماد على مصطلح آخر غير الانتقاء الطبيعي فقد نسافر إلى كوكب آخر حيث لا يوجد حمض نووي أو لا يوجد بينات وراثية من نوع آخر في خلايا المخلوقات أو تتكاثر بطريقة أخرى وربما تعتمد خلاياهم على السيليكوم بدلا من الكربون وإذا سافرنا إلى هذه الكواكب لدراسة الأحياء فإن كل ما نعرفه عن الأحياء والفيروسات والحمض النووي سيكون عديم النفع ولكن إذا فهمنا مفهوم الانتقاء الطبيعي التي تخضره البيئة المحيطة وأنه لا توجد عملية مقصودة وإنها ليست إلا تغيرات عشوائية على مدار الزمن أو مدار عصور وعصور هذه تغيرات تراكمت ويمكنها أن تتراكم في الأشياء الصغيرة جدا وسوف نتحدث عن ذلك في فيديو لاحق إلى اللقاء